ينتظر أهالي موقفي الحراك المدني قرار قد التحقيق العسكري رياض أبو غيدة الذي يبط صباح الجمعة في طلبات إخلاء سبيلهم في أحداث الخميس الماضي يبقي الأهالي على اعتصامهم المفتوح في الخيام التي نصبوها مقابل المحكمة العسكرية بعد أن تبلغ محامو الموقفين الخمسة حسين إبراهيم وارف سليمان بير حشاش رامي محفوظ وفايز يسين إرجاء البتي بالقرار نحن اليوم قدمنا إخلاءات سبيل مفترض نحن برعينا يتم إخلاء السبيل بكرة إذا تم البت إيجاباً بإخلاء السبيل فالأمور بتكون انتهت بهذه الصيغة ما تم سلباً نحن في اجتماع للمحامين لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضمن خيارات قانونية نحن الحراك والحملات لها الحق باتخاذ الموضوع نحن نقعد مع الحملات لنوضح الرأي ولكن نحن عم نقول ضمن القانون نحن كنا نتمنى أنه يبت هلأ لأنه القانون يقول خلال 24 ساعة طبيعاً نحن كنا منفضل أنه يتم خلال هالساعة أو الساعتين نقل المحامون الأجواء إلى شباب الحراك المدني وإلى الأهالي وبعد مشاورات تم اتخاذ القرار بالتريض في أي خطوات تصعيدية وعلى رأسها اقفالوا الطريق أمام المحكمة العسكرية بانتظار القرار النهائي ليبنى على الشيء مقتضى فنحن ما بدنا نعذب المواطنين بالوقت للمشكلة كلها اليوم مع السلطة السياسية ومع القضاء اليوم القضاء عم بيطبق قرارات سياسية نحن عم نحترم المهلة القانونية اللي بتقول لبكرة 11 ونص بطلبات إخلاء السبيل في موعد فما نننتر هيدا الموضوع أما على الأرض فالتصعيد باقي باقي بالخطاب السياسي وباقي باستمرار الحراك ما تحركنا حتى ما كان فيه قرار مسبق بقطع الطريق فيه فورة الناس اللي عم تنزلت الضامن معنا جربوا قلنا لهم انه طالما القاضي بعده عم يشتغل الأنون نحن تحت الأنون وعساسا نحن نزلتنا على الشارع كل ما نطبي الأنون وكان القاضي أبو غيدا قد ترك خمسة أشخاص مدعى عليهم بسند إقامة بعد أن تم استدعاؤهم والتحقيق معهم في أحداث الخميس الماضي وهم ليالي استبلاني كارين هلال فاطمة حتيت سينتيا سليمين وإياد الشيخ حسن وقد أعلن محمول حراك المدني أن القاضي كان متعاونا وإيجابيا آملين أن يكون قراره إيجابيا أيضا يوم الجمعة